الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المنسلين من محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة السابعة والأخيرة من محاضرات الوحدة الخامسة في شرح مادة مصطلح الحديث هذه الوحدة الخامسة التي تتكلم عن الخبر المقبول وأقسامه القسم الأول الحديث الصحيح ومباحثه والقسم الثاني الحديث الحسن ومباحثه وكنا فيما مضى تكلمنا عن الحديث الصحيح لذاته والمسائل المتعلقة به والحديث الحسن لذاته والمسائل المتعلقة به أيضا وفي هذا اليوم في المحاضرة السابعة والأخيرة نتكلم عن الحديث الصحيح لغيره وكذا الحديث الحسن لغيره فنبدأ بمسائل الحديث الصحيح لغيره فنقول المسألة الأولى في تعريفه في الاصطلاح هو الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه بمعنى أن الحديث الحسن لذاته الذي هو رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعل القادحة إذا جاءنا من طريق أخرى غير هذه الطريق فإن هاتين الطريقين تتعاضدان فيما بينهما ويكون الحديث بمجموعهما يقال عنه صحيح لغيره وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند إنما جاءت من انضمام غيره إليه المسألة الثانية وهي في مرتبته الحديث الصحيح لغيره هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته هذا من حيث المرتبة المسألة الثالثة مثاله مثل عليه العلماء بحديث الإمام الترمذي الذي رواه في سننه من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاح قال ابن الصلاح فمحمد بن عمر بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ثم قال ابن الصلاح فحديثه من هذه الجهة حسن لاختلافهم فيه بين التصحيح والتضعيف فتوسط ابن الصلاح وجعله حسنا قال فحديثه من هذه الجهة حسن أي حسن لذاته حسن لذاته فلما انضم إلى ذلك أي إلى هذه الطريقة التي هي حسن لذاته كونه روية أي هذا الحديث من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح أي الصحيح لغيره وهذا الحديث أي ضرورة في الصحيحين وبهذا نكون انتهينا عما يتعلق بالحديث الصحيح لغيره ننتقل الآن إلى الحديث الحسن لغيره فنبدأ بالمسألة الأولى المتعلقة به وهي تعريفه فنقول الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه ولم يكن سبب ضعفه في سكرغاوي أو كذبه إذن الحديث إذا كان عندنا ضعيف بسبب من الأسباب وهذا الضعف ضعف منجبر ثم تعددت الطرق فجاء هذا الحديث من طريق أخرى في مستوى هذا الحديث من حيث القوة أو أعلى منه فتتعضد هاتان الطريقان ليكون الحديث بمجموعهما حسن لغيره وكون المؤلف قال هنا ولم يكن سبب ضعفه في سكرغاوي أو كذبه خرج بذلك الحديث إذا كان ضعفه ضعفا شديدا فإنه على الصحيح لا ينجبر ولا يجبر غيره أي لا يترقى إلى الحديث الحسن لغيره ولا يرقي غيره ويستفاد من هذا التعريف كما ذكرنا سابقا أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثل الطريق الأولى أو أقوى منه يعني من حيث القوة ولا يكون أضعف منه الشرط الثاني أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظه لراويه أو انقطاع في سنده أو جهاله في رجاله بمعنى أن يكون سبب التضعيف يعني يكون ضعفا منجبرا ومن الضعف المنجبرا ما ذكره من أمثلة سوء الحفظ أو انقطاع السند أو الجهالة في الرواه على خلاف في بعض تفاصيل هذه المسائل فهذا هو الشرط الثاني أن يكون الضعف ضعفا منجبرا فإذا كان ضعفا شديدا كاتهام الغاوي بالكذب أو الفسق أو ما أشبه ذلك فلا يترقى الحديث كما سبق إذن هذان هما الأمران الذان لا بد منهما لكي يرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن لغيره المسألة الثانية عندنا وهي مرتبة الحديث الحسن لغيره الحديث الحسن لغيره هو أدنى مرتبة من الحديث الحسن لذاته وفائدة مثل هذا التصنيف أنه ينبني عليه أنه لو تعارض الحديث الحسن لذاته مع الحديث الحسن لغيره قدم الحسن لذاته المسألة الثالثة عندنا وهي مرتبة الحديث الحسن لغيره الحديث الحسن لغيره وإن كان دون الحديث الحسن لذاته لكنه أي الحديث حسن لغيره من المقبول الذي يحتج به على الصحيح من أقوى العلماء مثاله ما رواه التلمذي وحسنه في سننه من طريق شعبة بن الحجاج عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله وسلم أراضيتي من نفسك ومالكي بن علين قالت نعم فأجاز يعني فأجاز هذا النكاح بهذا الصداق وهذا المهر قال التلمذي بعد أن ورد هذا الحديث وحسنه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرت أي أن هذا الحديث أو ما يشهد له يعني روية من طريق من طرق أخرى عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرت هذا الحديث لما ننظر فيه نجد أن عاصم بن عبيد الله ضعيف لسوء حفظه والمحدثون يقولون أن كل الرواها الذين اسمهم عاصم فهو ضعيف وحسن له التلمذي هذا الحديث مع علمه بضعفه لمجيئه من غير وجه كما يدل عليه قوله وفي الباب عن عمر وأبي هريرة إلى آخره هذا ما يتعلق بالحديث الحسن لغيره وبهذا نكون انتهينا من جميع المسائل المتعلقة بأقسام الخبر المقبول سواء كان الصحيح لذاته أو الحسن لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لغيره والله أعلم وصلى الله عن يبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته